توقع بأهمية مقاربة التواصلية والضوابط القانونية المتبطة بحماية المساعدة عموماً وحسب التقارير والدى من مختلف العملات الأقادلة والمعطيات محيطة من قبل القطاعات الزالية والمؤسسات المعنية فإن حالة تمويل الأسواع تتميز بوفرة في العرض على نحو يلبي حاجة واضنين بالنسبة لمختلفين مواد والمتجات المعطيات المتوفرة تؤكد أن حالة أسعار كل المواد الأساسية وباستثناء التقلبات الضرفية والموسمية المعتادة التي تقص بعض المواد من قبل الخضر والفواهر والقطاني مقيراً سقرة على مدى عدة سنوات كما هو الحال بالنسبة للدقيق والعجائل والحليم والذيك مائدة والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء والبيضاء وقانينات غاز المطار هذا وعلى ضغم من هذه المؤشيات الإيجابية بالخصوص وفرة العرض المستويات الأسعار فإن تدبير هذه الفترة هما تعرفوا من ضغط مرحلية على التمويل وانتظارات من قبل المواطنين تقلب مزيداً من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الروبية على اعتبار أن واجب حماية مستحيلة وحفاظ على السلام العامة المواطنين يحتضي تحسين واللقم أداء عمل الأجهزة الإدارية المختصة بهذه المناسبة أجكل التأكيد على أن تعبئة مصامح مراحبة بمختلف احتصاصاتها هي التفيدة بضمان شفافة معاملات تجارية ومواجهة كافة مبارسة صعير مشروعة بشأن الأسعار وجودة منتجات إدائية وشروع الصحة ومعايد السلام تحقيق هذا الهدف يحتضي التصديم الحزم اللازم بتهفة المخالفات واكتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ضبوط الإخلال بالقوانيد الجاربية العمل في هذا الشهر وبالطلع إلى اتفاع طلب على بعض المواد خلال شهر رمضا فقد تم اتخاذ جميع التدابير السباقية من أجل ضمان تنويقات ومنتظم الأسواق والحرص على تدارئية نقص محتمل في التنويق وبعالجة بعض الاختلالات مسجلة على المساوى المحلية من أجل ذلك تم العمل لتنسيقه مع وزارة إبطاءة والمعادم والشؤون العامة والحكامة على تجاوز حالة النقص التنويق من قانينات المغاز البوطان التي تم تسجيلها بسبب وضعية إحدى الشركة الموزعة على مستمع العمالات والأقاليد والتي أدرت خلال اجتماع تنسيق المنعقدة وزارة الداخلية لتالي 18 عبير 2019 حضرت سيدة وسادة على الرقم ما تم تسجيله من انخراف وتعبئة لمصالح مراقبة على المستوى المحلي فإني أجد التأكيد على أن عملية مراقبة وتتنفع الأسواق لا ينبغي لها أن تكتسي طابعاً روتينياً ونساباتياً بل يجب أن تندرج في سياح الاجتماعية والتطوير المتواسط لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتنخدين واستدراك المخص إن تدخل أجهزة مراقبة ينبغي إضافة إلى طابعاً والقائل والزجري أن تقترض لواجم المصاحبة التاجر ومقدم الخدمات باعتبار أن المراقبة هي أيضاً تعبير من الإدارة عن قربها من التاجر والمستهدفة وآليات التحسيز والتوعية والتعريف بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤكرة للسوق وهذه مسؤولية تقاسمها مع الإدارة جميع فاعلين المتجين المستوردين وتجار المستهدفين وجمعية المجتمع المدني ومتخبين ترجمة نانسي قنقر